بعد مرور بعض الوقت بدأت نقاط الضعف في الفريق تبان بشكل واضح مع ضغط الست اول نقطة الضعف كانت الضغط العشوائي جدا اللي بيعمله الفريق الياباني بص الصورة ده ضغط العشوائي لما بص عمل ايه هو راح كيف دي ايه واحد خمسين راح بربع لعيبة على لعب من منشستر سيت تقيبا لا ده مش ده رودري تمام رايح بربع لعيبة على رودري صح؟ بص بقى الاربع يعني دلوقتي كده بعد رودري في اربع من منشستر سيتي على اربع من فريق قراء الكومي دي بقى ايه انه المسافة اللي بين السنتر باك اللي هو اللي على الشمال ده والرايد باك اللي هو الزهي الايمن اللي بيدم مع السنتر باك هي مساحة كبيرة جدا وطبع السنتر باك ان الوجه التالي ده ضعيف ده اللي مسك حد تحت ده ده براك كورة فطبع الكوفيزيتش خد الكورة في سحرة راح بيها جاب الجول التاني وبص هنا كمان مهمة جدا يعني طبعا لما الرايد باك او الزهي الايمن دخل على الكوفيزيتش اللي هناك دوت في التراوة اللي هو مين يا جماعة كان على شمال منشستر سيتي النهاردة جريلش جريلش النهاردة كان لوحده في اللقطة دي فهو عندهم مشكلة كبيرة جدا في التحركات الدفاعية اللي اربع اللي وارده عندهم مشكلة كبيرة جدا في التحركات مع بعض بين الزهي الايمن والسنتر باك في مساحة وطبعا جريلش النهار التانية على جناح الايسر باش لوحده خالص هابعفوش يضغطوا خالص وبيضغطوا بعدد كبير جدا من اللعيبة بيتجمعوا حولين الكورة والموضوع بالنسبة لهم بعد كده في مساحات بالجملة فالاهل ان شاء الله يا عرف يطلع بالكورة بشكل كويس جدا والامور بالنسبة البرسيتاو وحسين الشحات لو هما اللي لعبوا برضو المباراة اللي جاية هتبقى فيها فراغات كبيرة جدا على الاجنح طيب هتقول لي طيب الاجنحة بس اللي ليهم فرصة الاجنحة بس يعني هما اللي ممكن يلعبوا في اللي هو برسيتاو وكهرابة بس هما اللي ممكن يطلقوا لا الكهرابة كمان عنده فرصة عظيمة جدا زي ما قلت لك في اللقطة بتاعة الكوفيس في العمق بتاع الفريق الياباني فراغات كبيرة جدا وبيتدربوا بسهولة في عمق الملحب وده اللي ظهر كمان في الهدف اللي قلت لك عليه بتاع كوفيسيتش كيتوضحة جدا فيه كمان عندهم مشكلة واضحة في الدفاع على الجنبين الجنبين بتقعهم الجنبين الدفاعيين يعني الزي الايمان والزي الايسر لو عملت عليهم اوبرلود بلعبين يعني مثلا بيرس دا ودخل عليهم من ناحية اليمين ومعام حمد هاني من ناحية اليمين وممكن من نص الملعب يخش لهم امام عشور بقوا ثلاثة عمل اوبرلود من ناحية اليمين دا الزي الايسر بتاعهم هيبقى لوحده ميبقاش عنده دعم بقى من لعيب الوسط ولا من الاجنحة ولا اي حاجة هو بيعيش لوحده اطول يا جماعة السؤال هي دي هي دي الصورة اللي بقولك عليها هو الراجل اهو رايح جناح هو عايش لوحده والاتنين التانيين اللي مفروض يروحوا يدعموا الرايد باك هم مع واحد تاني اصلا وسهلة جدا والواحد تاني دا كمان مش مرقبينه كويس ففي مساحات كبيرة جدا في الركابة عندهم تحديدا على الجنبين سواء في الناحية الهجومية للنادي الاهلي او حتى في الناحية الدفاعية للنادي الاهلي عندهم مشاكل كبيرة جدا فانت عندك صغرات بالجملة تحديدا على جانبي الملعب من فريق اراوة ان شاء الله نستغل دا كويس عندهم مشاكل كبير في العمق بس مشاكل اقل شوية هم بيكسفوا نفسهم في العمق لكن في الجنبين هم فاضين خالص خالص يعني شوساكو اللي هو الحارس الحارس الياباني حارس فريق اراوة حارس مميز جدا كان رائع جدا في مباراة اليوم تصدى لسبع كرات تقريبا سبع كرات اجوال يعني تصدى من داخل منطقية الجزاء لاربع كرات وتعامل بشكل صحيح مع العرضيات في تمن كرات عمل مباراة كبيرة جدا رغم السلاسة اداف ولو خبرات كبيرة جدا ولعب للمنتخب الياباني من قبل دا ماريوس مدافع اراوة الياباني وهم دفع نرويجي بالمناسبة لعب النهار التسعين دي فقط الكرة ست مرات ما قطعش الكرة ولا مرة التحاماته الهواء النكحة واحدة بس تدخلاته الارضان النكحة واحدة بس مدافع ضعيف جدا جدا يعني ترجمة نانسي قنقر